السلام عليكم ومرحبا بكم في صفا جديدة من قناة ماريا كويزين اليوم ان شاء الله راح نديرولي دونات يعني محبوبة الصغر والكيبار غير بحبة بيد وكسح لي بتخرجلك ما شاء الله يعني اكتر من 13 الحبة والحجم التحوم كبير يعني ديريهم وفرحي بيهم وليداتك نبدأ و بسم الله عندي حبة بيد نضيفي عليها 3 مغارف كبار سكر عادي نحرك هادك البيض مع هادك السكر حتى نحس السكر تاعي دبلي شوية نضيفي عليهم كاز تاع الحليب يكون دافي سعة الكاز 240 حتى 250 ميلي لتر يعني كما دايما نقول لكم الحاجة لي فيها الخميرة تاع الخبز لازم الحليب يكون دافي ولا الماء يكون دافي نضيفي عليها مغارف كبيرة خميرة الخبز وراح ندير يعني سوس كغامل اللي احنا ملاحظة انا ما كتش متوفرة عندي اللافاني ميلي يكون عندو لافاني دي اللافاني خير ولا ما بشور الليمون نص مغارف صغيرة ملح هكذا باش ميجون السمطين وراح نبدأ نضيف الفارينة نضيف الكاز الاول تاع الفارينة نزيد نضيف الكاز التاني وراح نضيف عليهم وحدة خميرة تاع الحلوى وزن 10 قرام واللي احنا الدور تاع الخميرة رح يخليه لي دونات توعنا يجو خفاف يعني يزيد ويجو خفاف زيادة ندخل هذيك الفارينة مليح في الخالط تاعي رح نزيد نضيف الكاز التالت يعني نضيفه دفعة واحدة بهاد الشكل لازم نتحصلوا على العجينة يعني متكون متماسكة بزف متكون طريقة بزف يعني ماشي كما البريوش يعني المعجلات الاخرين لي دونات لازم نضيروهم شوية العجينة تحوم تكون شوية يعني شدة رحها باش ما يتخسروا الناش كين شكلوهم أنا الكاز الرابع عديت من نوع حوالي مغرف كبيرة وانتوا مع الحسب النوعية تعل الفارينة هذي هي العجينة تاعي شوفوا اللي هنا عين تحسوها باللي يعني متماسكة شوفوا في هاد المرحلة رح نجي نبسطها بهاد طريقة ورح نجيب مغرف كبيرة مارغارين تكون مع مرمليح ومالإحسن تكون طريقة ورح ندخلها في العجينة ديالي بهذا الشكل اللي هنا تحسو العجينة تعكم شو بدأت تقطع تحسوها تخسرت ما يكمل وهقدت ديالكوها يعني رح تعاود سجم روحها وحدها بهذا الطريقة شوفوا اللي هنا كيف أولى القاوة متاع العجينة شوفوا لها بزاف هايل يعني ما رح يطرية بزاف ما رح يابسها بهذا الشكل نعود نرجحها اللاغي سيبيون ورح نغطيها ونخليها حتى يضعها في الحجم ديالها يعني لازم تخمر المليح باش رح نكملوا الوصفة اللي هنا كيف خمرتلي العجينة تاعي رح نجي نبدأ نخدم بها شوفوا يعني رح يمشأ له نكسر لها الخميرة بهذا الطريقة نرجح طاولة العامل بشوية تاع الفارينة من الأحسن تكتروا الفارينة اللي هنا باش ما تلسق لكمش ورح نبدأ يعني نحلل فيها بهذا الشكل من الأحسن تديروها يعني ما تحلوهاش بزافة تتوالي رقيقات تقعد خشينا بهذا الشكل وانا اللي هنا نحن نطبعهم بهذا يعني هذه الغطاء تاع هذيك شوكولات اللي يجي اون بودغ يعني الحجم التي حيع جبني جي لي دوناتتا وحي يجو بزاف شابين يعني ما تطبعوهاش بحاجة صغيرة هكا ونطبعها كامل وهذا كتوقو بلي يجو في الواسط رح نديرهم بهذا العدي يعني يجي شكلتهم بزاف هايل ولي ما عندهاش تقدر تدير بوشون تعقرعها يعني نرمالس الكراسك وهذا هو شكلتها الحبة تاعي شوفو يعني ذوكي نحطها في البلاتو ورح نعود نزيد نسقمها ورح نكمل العجينة تاعي كامل بنفس الطريقة وهذا هو شكل ديالهم اللي هنا ملاحظة من الاحسن البلاتو تاعكم والاسني واتفرشو عليها بابي كويسون يعني مترشوهاش بالفارينا هكدا باش كيت تقليوهم ما رحش يكون فيهم الفارينا يعني بابي كويسون رح يكون احسن واحسن نخليهم يزيدوا يخمروا بعد ما خمروا لي شوفوا اللي هنا تضاعف الحجم ديالهم رح نبدأ نقلي فيهم عندي مقلات تكون فيها كمية مليحة على الزيت هناك اتمزام سخنة ليش ورح نحط ليدونات التوعي بهذا الشكل والنار اللي هنا تكون يعني متوسطة هكا ورح يعني يتقلو لي بسرعة يعني تمتم رح يتقلو بس كوراهم خمرين ما رحش ياخدو لي كامل الوقت وما رحش كامل يشربوا الزيت يعني يجوناش فيهم بالداخل هكدا نقعد نقلب فيهم حتى يتقلو لي كامل لحنا سايرة هم طابوا رح ننحيهم شوفوا جو ما شاء الله يجو منفخين وتاني يجو فرغين منداخل يجو بزف خفاف وبالنسبة لهادوك الدوائرة تصغلين حيناهم يعني عادي نقليهم كما قليت الاخرين بهذا الشكل ونكمل كامل كمية اللي عندي بنفس الطريقة للالاحظم لنا شكرا لكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة